السلام عليكم و مرحبا بكم معي فيديو جديد معكم كريمة اليوم سوف يوجد معكم عجينة الصبلي لنجح 100% بعد طلب البنات طلبوا مني ان الفيديو سيكون خاص بوحده يعني بعجينة الصبلي لاني سبق لي نزلت هذا الفيديو هذا يومين نزلت فيه طريقة الصبلي و كذلك طريقة التزيين كما تشوفوا معي هنا هذا هو الصبلي اللي خدمت في الفيديو اللي قبل من هذا ولهذا طلبوا مني ان الفيديو يكون خاص غير بالعجينة الصبلي ولهذا قررت اني نزلو كنت باقي ممسحتوشي و قلت نزلون اللي غادي يكون فيديو خاص إن شاء الله و دا ببقوا معي تشوفوا المقادير و الطريقة تتحضير بالنسبة للمقادير دهات الصبلي عندي 100 جرام ديال الزبدة اللي هي حيواني النوع الممتاز تقدروا تستعملوا النوع العادي عندي واحد أصفر ديال بيتة وحدة 50 جرام ديال السكر ما يعدي جوج معارق ديال السكر سنيدة 20 جرام ديال الدقيق لأبيض الفرس و عندي هنا ايا 30 جرام ديال فييتين اللي هدا هو الفيتين طحنتو و لديك شكل هدك يعني ترجع بودرة بالنسبة لفيتين سبق اللي نزلتو في القناة سنخلكم الرابط ديال في اخر الفيديو او في صندوق الوصف بالنسبة للدقيق عندي تمجوج الكيسان ديال العنباء ما يكونو شي عامرين الفرس اللي عادي يرتب بالنسبة لهاد عجينات السابلي كما قلت لكم في الاول انا سبق اللي نزلتها من قبل يعني طريقة ديال التزيين ديال السابلي و دابا ان شاء الله غادي يكون فيديو خاص في القناة هنا يعملت الزبدة والسكر سكر ثاني دا يعني جوج معالق كبار و عندي طريقة تانية ديال السابلي تهي ناجحة 100 مياه غير هاديك السابلي كنت خدمتو انا بالزبدة العادية غادي نخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف او في اخر الفيديو سوف اضيفت معالقة ديال الزيت اللي كنت تنسيتها ما تكرتشي معاكم في المقادر سوف ادبا غادي نخدم هاد العناصر مع بعضهم حتى غادي ترجع لي هاد العناصر بوماد يعني الاشكال بوماد و الزبدة دائما تكون بحرارة المطبخ اضيفة ثلاثة تصدر بعد انتهي من المقادر ثلاثة بالثالة انتهي 30 غرام ثلاثة بالثالة احبط الاثرية لحسب الخالط تقدروا تعوده بالبودرة اللوز او بالكوكو تحمره و تطحنه تقدروا تعوده بالبودرة اللوز او اللوز تحمره و تطحنه هذا هو القاوم للعجينة كما ترونه لا يوجد شيء قصحه و لا يوجد شيء رطبه في نفس الوقت سوف نجمع العجينة يعني غير نحاول نجمعها و سوف نعملها في البلاستيك يعني بلاستيك الغذائي و سوف نعملها في التلاجة أنا هنا يخليتها نصف ساعة و بعد قدمت بها تقدروا تخليها حتى لغدة ما يوقع لاتشي حاجة قد مكنت في التلاجة بردة ما مزيان يعني السابلي ضروري يخصوكم في التلاجة سوف ندوز مباشرة سوف نخدم معاكم سوف نوريكم الاشكال اللي سوف نخدم بها باش تشوفوا العجينة كيفاش القاوم دياله سوف ندوز نخدم بها سوف ندوز نخدم بها كما تشوفوا كتجي شابرة فراسة و دائما السابلي سوف نخدم بها يعني سوف ننزل مباشرة سوف نحن تشرب العجينة و في نفس الوقت سوف نختلف العجينة السابلي خدمت أنا سوف نتوز مباشرة سوف نقوم بلتون طبقة يمكننا تسعين طبقات و كم طبقة سوف تكون رقيقة سوف نستطيع أيضا السابلي خدمت بها انا سبق اللي نزلت الفيديو ولكن بغيت نوريكم غير الشكل ديال العجينة كيفاش عامل يعني كنخدم بها بسهولة كي اللي ما غادش يشوف الفيديو اللي قبل اللي نزلت قبل من بعد إن شاء الله غدي نخليكم الرابط ديال الصاب لهذا اللي زينت غدي نخليه لكم في صندوق الوصف او في اخر الفيديو ملي كنقول اخر الفيديو يعني تل اخر الفيديو كتجبرو تمار روابط يعني كيكونوا باينين وهذا هو الشكل الاول كيما كتشوفوا معايا هنا يا انا دائما كنخدم هالطريقة هدي يعني كنعمل بلاستيكا كنرجع ديك البلاستيكا اللي قد كنخدم بها وكنقلب باش كي تحيد لي الصابلي بسهولة راشته معايا في الفيديو وتهنا يا غادي تشوفوا معايا الطريقة وهذا هو الشكل الثاني اللي خدمت به يعني كما قلت لكم غري بغيت نوريكم كيفاش كنخدم به يعني كنخدم بها طريقة سهلة يعني الصابلي ناجح مية في مية يعني وبلا خميرة ما كان مشي في الخميرة هات الصابلي هذا ولكن الصابلي اخر اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو هادا كنعمل فيه واحد نص معلقة ديال معلقة صغيرة النصف ديال الخميرة مشي بزف هادا هو الشكل الثاني صاف هنا غادي ندخل من الفران وهذا هو الشكل الثالث اللي خدمت به وهنا تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الطابع اللي عندكم كي بقى غير لاباز ديال العجينة هو هادا تقدروا تستعملوا اللي بغيتو وهناي بعد ما خرجتم من الفران كي ما كتشوفوا معايا هنا كي جيش كي الواحد يعني ما تدي فورما متشي حاجة نفس الفرما كي ما طبعتا كي ما هي كتبقى وهدا هما الاشكال الثلاثة كي ما كتشوفوا معايا هنا كي ما قلت لكم كي جيو نفس الفرما نفس نفس العبار وهدا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى من البنات اللي يطلبوا مني أنا ننزل لهم فيديو خاصة للصابلي كنتمنى نكون نلبس طلب ديالهم والحمد للل اللي ما مسحتوش اللي أنا كنت غادي مساحد الفيديو هذا وما كانش عندي الوقت لغادي ننزل فيديو آخر ديال الصابلي وإلى اللقاء في الفيديو القادم مع وصفة جديدة